دعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة من بين المطالب المطروحة إلى جانب مطالب أخرى على طاولة جلسات الحوار الاجتماعي التي تواصلت أمس بعقد رئيس الحكومة عبدالله بن كيران للقاءين مع وفدي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الروبورتاج بتحرير ياسين كويندي اللقاء جاء كجواب عملي على آخر مذكرة مطلبية رفع الاتحاد العام لشغالين بالمغرب لرئيس الحكومة وذلك لمواصلة الحوار حول مطالب دعم القدرة الشرائية ورفع الأجور وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وإصلاح صندوق التقاعد كان هذا اللقاء اليوم لمجدد الاتحاد العام بصدفها جميع المطالب وخاصة الأساسية منها وهي أولا دعم القدرة الشرائية وضرورة دعم القدرة الشرائية في الأجور القطاعين معا العام الخاص كذلك حماية الحرية النقبية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وصف الحوار مع رئيس الحكومة بالإيجابي وصري حيث تركز على قضايا الدات الأولوية في أفق أن يتوصل الحوار خلال الأسابيع القادمة على المستويات القطاعية والمجالية المسائل التي أكدنا عنها الدات الأولوية هي إتمام ما تبقى من المقتضيات للاتفاق ديال 26 وخاصة ما يتعنق بالدرجة الجديدة وغيرها من المقتضيات التي لم ترى تنزيل إلى حد الساعة ونحن نفكر مع الحكومة في كيفية تنزيل ما تبقى وجاء هذا اللقاء كاستمرار لجلسات الحوار بين الحكومة والمركزيات النقبية التي تنتظر جوابا صريحا ومسؤولا قبل فاتح ماي من طرف الحكومة حول مذكرة المطلبية الرامية للنغوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة